اشتركوا في القناة وابطع الفيديو على حسابه بتويتر لحظة سماعه لأول مرة صوت والدته بشكل طبيعي بعد ثلاثين عام قضاها يستخدم فيها قراءة حركة الشفاء للتواصل مع الناس أكيد طبعاً شفت الفيديو أتراك شفتوا أمس على مواقع طويلة توثر تحديداً والأفضل أن نشوف الفيديو والفيديو عندنا الآن نشوف ونرجع لكم تفرق بين الأصوات مع الوقت صرت يفهم انت قاعد بتسمع تسمعنا بس مش فاهم صوتنا تسمعنا ماما تسمعنا يا نوراني تسمع صوتي حبيبي حبيب أمي كيف ذاتك يا يمى شان صوتك شلون صوتك حبيبي يا عمري حبيبي يا عمري انت حبير يا عمري عمري حبيبي 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 يؤديك ماما يؤديك يؤورك حقيقة يعني في مواقف الواحد يظل يعني يكون قدامها ما يقدر يعبر أو يقول أي حاجة بسبب الموقف اللي أمامه والحالة اللي أمامه يعني أوقات مقاطع بسيطة أو صور بسيطة جداً تعلمنا الكثير اللي ممكن ما نتعلمه في سنوات طويلة اللي صار بالضبط مع هذا الشاب عمل عملية أجرة عملية لزراعة القوقعة قبل ما يعرض التبرع بسماعاته المخصصة للصم لعدم حاجته لها فعلاً فعلاً يعني ما أجمل نعم الله علينا بس يعني زي ما يقوله دائماً إحنا في زيحام من النعم لو نركز بس أكيد طبعاً الواحد ما يقدر النعم ما يفقدها وكلنا أكيد حاسين بهذا الشيء ننتقل على خبرنا الثاني وكلنا عارفين قد أش بتصير مواقف في السماء وفي الجو مو بس في الأرض مع هذا الموقف لطائر يجبر طائرة على العودة لمدرجها وطائرة ركاب يابانية متجهة من توكيو إلى نيويورك اضطر قائدها لاتخاذ قرار بالعودة والهبوط بعد أن شعر بمشكلة بسبب استدام طائر صغير في إحدى محركاتها طبعاً نسمع كثير عنها أطرات وهذه الفكرة مو أول حالة دائماً الطائرات معرضة لهذا الشيء وحتى الانجينز الموجودة الأمامية والجانبية مخصصة أو صممت أنه ممكن الطيور هذه تخبط فيها أو يعني حتى تموت داخلها وعندهم على فكرة عدد معين يعني مثلاً في عدد معين من الطيور لو دخل داخل هذه المحرك المحرك يعني ممكن تحملها لحد معين صحيح وفي إنجين يشتغل وإنجين ثاني يعني في حاجات كثيرة بلس ما دل إيش اللي صار هنا مع هذه الطائرة هي طبعاً من طراز بوينج تريبل سيفن كانت تقل تقريباً 248 شخص عدت بسلام بعد أن تخلص الكبتن من بعض الوقود في الجو عشان يخفف من وزنها والله يستطيع في النهاية الحمد لله ربنا ستر وعدت على خير ونتقل اللي خبرنا الثالث لصور مركبات مهملة غيرها الزمن رح نشوف الصور مع بعض على الشاشة طبعاً هناك السحر يصعب تفسيره يحيط بالمركبات المهجورة أو الغارقة بسبب الغموض المحيط بها والذي يثير الفضول حول الوجهة التي كانت تفقدها قبل أن تتوقف في محطتها الأخيرة ومصير الناس الذي كانوا بداخل هذه المركبات أنا اللي بشوفه صراحة في الصور فن أشوفه بنظرياً عندنا هنا لو تشوفوا بعض الشوارع فيها مركبات كثيرة ما شاء الله ولو صورنا واستخدمنا هذا الفن رح يكون فن ونتخلص تشوف الجمال الشعبة المرجانية داخل البحر أيضاً الخضاري الأوقات يظهر على بعض السفن اللي برا يعني تعرضت للشمس يعني شيء طبيعي يقولك الطبيعة مع الصناعة كيف فإيش تخلق؟ أنه أغلب المركبات تتوقع أصحاب الفن الموهوبين للرسم والغرافيت بيوقفوا بيشوفوا المركبات هذه لازم يجملوا ويحطوا بصمتهم على هذه المركبات لإتارة أو لترك تابع فني كريس الجديد بالذكر أنه أصدر في كتابه الإطلال المهجورة أكثر من مئة صورة لمركبات مهجورة منها سفينة تايتانيك اللي على عمق أكثر من 3800 متر إلى طائرة مجمدة بزمن في القارة القطبية الجنوبية برضو كانوا ثقة في هذا الكتاب ويشمل أيضا كتاب صور التقطها المصورون كثر من الصور اللي أثرت وعملت إنعكاس كبير حول أفكار الطبيعة والتصميم